شون و بن اخوات عندهم صفات عكس بعض رايحين يسلموا مشروع للمكتب العلمي في موسكو عشان يكسبوا فلوس كتير بن بيفكر في المشروع و شون بيلعب بابجي فجأة الكهرباء بترعش يطمنهم الكابتن ويقول ده مجرد عطل كهرابي عشان نشاط غريب في السماء التطبيق بتاع بن و شون عبارة عن برنامج للناس اللي بيسافروا لتحديد المواقع لأي مكان عايزينه في البلد الغريب برضو شون مش مهتم ويقول له يا عم أنا جاي عشان الكاس والبنات واحتفل شوية واستخدم لنا كده بقى البرنامج كده على أقرب كازينه يقول له طبعا بس بعد ما نخلص الصفقة اللي قمتها 10 مليون دولار يلاقي بن بنت جميلة تايها في موسكو وعايزة تقابل حد من البرنامج ويوصلوا للشركة بتاعتهم ولما يطلعوا للأسف يلاقوا صاحبهم سكايلر غفلهم وسرق منهم الفكرة عشان يكسب هو الفلوس يتصدم شون ويقول كل المصاريف دي عالفاضي يقول سكايلر إنكم أغبية والمرة الجاية لما تبعتوا لي حاجة ابعتوا معها اتفاقية عدم إفشاء يقول له شون انت حرامي ويستدعي سكايلر الأمن ولما يقولوا له عملت كده ليه يقول لهم عشان أمن مستقبلي بالفلوس بيروحوا كازينه وبيحاول يروأ شون على بين يقول له يا ابني ده مستقبلنا كله اتضمر وانت له دايما كده متفائل يقول له أصل تعودت على الفشل أكتر من أي حد تاني حتى لما يبصوا الواحد عجبتهم ييجي سكايلر ويختفى منهم ويقول لهم ما شفتش أغبية زيكم كده وهنا الناس كالزئاب جعنين طول الوقت وانتم كمعزتين كان لازم أكلكم يقول له شون انت مش ديب انت حرامي يسيبوه ويقابلوا البنت الأمريكية اللي طلبت تشوفهم على الأبليكيشن اسمها ناتلي ومعها صاحبتها آن يتعرفوا على بعض ويقولولها للأسف البرنامج خلاصة قفل تقول ناتلي إزاي دانت ومعاكم ملايين يقول لها شون أصدق بلايين وياخدوا سيلفي مع بعض ولكن تغربة تقطع ولما يجوا يخرجوا براه يلاقوا السماء لونها غريب جدا وكل التليفونات وقفت يعجبوا جدا بمنظر السماء الجميل ولكن طهبت فقاعة من السماء عليهم يخافوا منها ولما الشرط يقرب عليها اتحول فجأة لغبار وكمان الرصاص ما بيأسطرش في الكائنات دي وبدأوا ينزلوا من السماء عليهم لزي المطر بالضبط وبيشوفوا البشر كمصادر طاقة يهربوا بسرعة ويحتموا بالكازينو مش عارفين يوقفوهم وياخدوا سكايلر ويحتموا في القبو بتاع الكازينو من السبت للتلات مش عارفين يعملوا ايه بيتقاسموا الأكل الموجود وخلاص خلص عندهمش حل غير يطلعوا تاني وهيتجهوا لمقر السفارة الأمريكية يحتموا بيها ويرجعوا وطنهم ولما يطلعوا يلاقوا الناس كلها اختفت لكنها مدبحة بالضبط مش بتبقى من الناس غير شوية غبار يدوروا على الأكل والشرب وياخدوا معاهم ومش عارفين هم بجد الناس اختفت ولا لأ يقول سكايلر شكلنا احنا لوحدنا بس الشارع كلها فاضية مليان رصاص ولكن للأسف الأسلحة محمدش الناس وهم ماشيين بيلقوا ست غريبة بتسد شبابكها وتقولهم ابعدوا ولا تجيبوا الأشباح هنا يسألوها عن الشارع اللي فيه السفارة وتقولهم الناس كلهم ماتوا والدور جاي عليكم فيقرروا يكملوا طريقهم ومش عارفين هل كلام الست ديه بجد ولا لأ ولما يوصلوا يلاقوا مفاجأة الجسر متضمر ومش يعرفوا يوصلوا منه فيقرروا يلفوا من وراه يلاقي جون وبين عربية شرطة فيقرروا يروحوا ليها يمكن يلاقوا خريطة للمدينة وسكايلر والبقين بيستخبوا ويلقي شون وبين أسلحة وزخاير وخريطة ولكن الكائنات حواليهم وحسد بيهم ولما بتظهر كهربة العربية بتشتغل لوحدها ويحاول يستخبى شون وبين تحت العربية ونجحوا والكائنات ملاحظتهمش ويروحوا مول يلاقوا طيارة متضمرة وفقدوا الأمل لأن المدينة كلها أصلا متضمرة ويكملوا طريقهم للصفارة يقول سكايلر وإيه اللازمة هو أنتوا فاكرين أن أصلا في حتة في المكان آمن ده الناس كلها اختفت يقول بين بس إحنا لسه محظوظين أكيد فيه ناجين في بلاد تانية لازم نخرج من المدينة ديه ونروح ليهم يقول لهم سكايلر خلاص مفيش فايدة ولو كملنا كلنا نتحول لغبار يقول شون لما لاحظتوا أن الكائنات قربت علينا كهربة العربية اشتغلت لوحدها وهي بتتغزى عليهم عشان كده النهار أخطر من الليل وهنخرج بالليل وهياخدوا لوند معاهم عشان يستشعروا بيها الكائنات ديه لما بتهجم عليهم اللوند هتنور بالليل الكائنات حواليهم وشون متحاصر في إزاز المول ويلاحظ أن الكائنات لما قربت عليه ما شفتهوش والكائنات بتقرب على نتالي تخاف ويدخل شون وينقذها وياخدها ويروحوا يحبسوا نفسهم في الإزاز ويقول أن الإزاز بيمنع الطاقة الكهرومغناطيسية الحيوية اللي بتخرج من جسم الإنسان وبالتالي هم ما بيحسوش بيها ومش هيشفونا ولما يوصلوا مقر السفارة يلاقوها متضمرة وآملهم تحطم فيقرروا يستكشفوها يلاقوا أن في معراقة قوية حصلت هنا وياخد سكايلر المسدس ويقول لهم أنه بيعرف يستخدمه ولكن من أول اختبار بيثبت جدرته بيقرر شون أنهم لازم يطلعوا فوق عشان الرؤية هتبقى كويسة ويعرفوا هيمشوا ازاي ويقول لهم سكايلر هيفضل تحت يراقب المكان ولما يطلعوا يلاقي شون تسجيل غريب باللغة الروسية في لاسيلت مايفهموش منه حاجة تخاف آن وتقول لهم اقفلوا ليشد الكائنات علينا ويروحوا لشباك السفارة يلاقوا أن الكائنات بتحفر في الأرض ويدوروا على مصادر الطاقة وكمان سكايلر خرج بره السفارة فيروحوا يحاولوا ينقذولي أنه الواحد اللي بيفهم روسي وهيعرف يترجم الرسالة ولما يروحوا ليه يلاقوه تحاصر ولما يجي يجري هتمنعوا الكائنات ويقول لهم اهربوا بسرعة ويموت سكايلر وتحول لغبار يلاحظ شون أن فيه عمارة فيها نور منور ليهم ومش بعيد عنهم فيقرروا يروحوا هناك ثبتتهم واحدة اسمها فيكا ولما تلاقيهم مسالمين تاخدهم لشقة معزولة لعالم اسمه سيرجي كهربائي عمل قفص قطبانه بتعزل الكهرباء وبتحميهم من الكائنات لأنهم مش يحسوا بيهم لأنهم مخلوقين من موجات وبيستشعروا في الناس عشان كده هم مش مرقيين لما يترجم لهم الرسالة بتقول أن سلاح البحرية في نهر موسكو فيه نجاح كتير هناك وهيمشوا ستة صبح بكرة ولازم أي النجاح موجودين هنا يروحوا ليهم ويوريهم سيرجي سلاح عمله لتدمير الكائنات بيطلق موجات بتضمر ضرعهم وبتخليهم ضعفاء الكائنات بتقرب عليهم تنقسم فيكا في طريق وتقرر أنا وناتالي يرجعوا للقفص تاني يحتموا به ولكن سابوا الباب مفتوح دخل الكائن عليهم يهجم سيرجي عليه بسلاحه ويفرح أنه نجح ولكن السلاح علق والكائن قتل سيرجي وآن والشقة ولعت وهربو تقولهم هم فيكا لما قبلتهم وتقولهم أنهم لو كانوا اتبعوها ما كانش حد مات وخلاص ما عندهمش حل غير أنهم يكملوا طريقهم لسفينة موسكو يوصلوا للجنة شعبية ينقذوهم ولما يهجم الكائن يضربوه بالنار يهرب منهم وطاع حتة من درعه ويقول القائد لما بيهجموا وضروعهم بتضعف فابنستغل الموقف ونضربهم بالنار ويعرض عليهم يعود معاهم وهيدربوهم للقتال ولكن بين شايف أنهم لازم يكملوا الطريق للغواصة اللي في نهر موسكو ويقولهم القائد مش يعرفوا يوصلوا لها والحل أنك تلف حوالين المدينة وهتاخد أسابيع ده لو كنت محزوز ووصلت حي يقولهم شون ما لو قعدنا هنا هنموت يقول القائد مش فرقة أهم حاجة ندافع عن الوطن لآخر نفس حتى لو اعتمدنا على حرب المناوشات هنستغل انقذ ضعفهم وهنموتهم وعمرهم ما ينسحبوا يرفض ويصمم شون أنهم هيروحوا الغواصة سواء بيهم أو بغيرهم يقرر القائد يروح معهم يوصلهم وأسرع طريقه وطريق المترو وياخدوا معهم شوية لوند عشان لو الكائنات موجودة يحسوا لما اللوند تنور وفعلا طلعت حواليهم وتهجم عليهم ولما يحصروا فيكا يضحي بين بحياته عشان ينقذها يزعل عليه شون ويقرر ياخد سلاحه ويكمل طريقه يلاقوا سفينة ويركبوها وفجأة خبطوا في صخرة ويلقوا الكائنات بتمتص الطاقة لأن الأرض مليانة بالمعادن وهي بالنسبة لهم أكل عشان كده غازوا الأرض ويلمحوا الغواصة ولكن البيت يقع عليهم وينطوا في المية وناتالي تختفي يروحوا للغواصة ويقول شون للكابتن أن صاحبته لسه حية ولكن تاهت يقولوا مش هعرف استنى يقولوا هننقذها بس وهنرجع تاني يرفض الكابتن يقولوا شون اعتبرها واحدة من فريقك لازم ننقذها يوافقوا ويطوروا السلاح الكهرومغناطيسي ليهم عشان يحربوا به الكائنات ويزودوا قوتهم عن طريق تزويد بطاريات السلاح معاهم خمس طلقات بس ويتكعبل ويقع ويضربهم في آخر وقت تفرح القوات أنهم أخيرا نجحوا يموتوا أول كائن ويجع عليهم ثلاثة يقتلوهم ويروح شون ينقذ ناتالي ويقرر يرجعوا السفينة ويسيبهم القائد ويرجع تاني مكانه ويقول لشون روح علم الناس إزاي نقتل الكائنات دي وده آخر يوم إبادة وأول يوم حرب مش هنسيب مدينتنا ليهم رغم كل الصعوبات دي ولكن كسب شون ناتالي وما عندهم شغير بعض دلوقتي ومش عارفين إزاي هينجوا من الكائنات دي ولكن لسه عندهم أمل في بكرة